تعمل حكومة على تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية ورافع الكفاة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وخل الاجتماع نعقده وزير الري أوضح أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة